موسيقى الحشرة التي تعيش على وجهك تعد الحشرات مخلوقات مزعجة ومقززة بالنسبة لمعظم الناس هناك من يرتعب لمجرد مشاهدة عنكبوت أو خنفساء أو أي نوع من الحشرات أحيانا المنزل بأسره يدخل في حالة من الرعب والطوارئ عند اكتشاف حشرات مؤذية وإذا كنا نرغب في تواجد الحشرات بالقرب مننا فمن المؤكد أننا نحبذ تواجدها على أجسادنا صحيح أن الجسد البشري يعج بعدد هائل من التفيليات لكنها دائما ما تكون في هيئة مايكروبات وليست حشرات ولا أظن الكثيرين يتخيلون أبداً أن وجود حشرات تفيلية تعيش على أجسادنا لفترات طويلة ولربما العمر كله لكن دعوني أخيب ظنكم إذ توجد فعلاً حشرة تستوطن أجسادنا لفترات طويلة وأين في أكثر منطقة من الجسد تطالعها عيوننا كل يوم نعم إنه الوجه اسم هذه الحشرة الدقيقة هو ديمودكس ويوجد منها نوعان كلاهما استوطنان الوجه البشري لكن كيف لا نشعر بها لأنها ببساطة نوع من السوس هو من صنف القراضيات دقيق الحجم لدرجة أنه لا يمكن رؤيته بالعين المجردة بعض الدراسات الحديثة أثبتت وجود هذه الحشرة لدى معظم الناس وكلما ازداد سن الإنسان كلما زادت نسبة تواجد هذا نوع من السوس على وجهه وقد تصل النسبة إلى 100% لدى العجائز وكبار السن هذه الحشرة الدقيقة لا تسبب أي أعراض في العادة فهي تعتاش على الجلد الميت وإفرازات الوجه الدهنية وهي تتواجد عند بصيلات الشعر خصوصاً رموش العين لكن أحياناً تزداد أعدادها بشدة وتخرج عن السيطرة فتسبب أعراضاً كظهور الحب على الوجه خصوصاً لدى الشباب من الأعراض الأخرى الحكة وأحمرار جفون العين وظهور حبيبات دقيقة صلبة على الجلد أحياناً وجود هذه الحشرة يسبب أعراض مثل الصورة التي تعرض لكم الآن كما قلنا في معظم الحالات لا تسبب الحشرة أي أعراض ولعلها تمشي الآن على وجهك من حيث لا تدري بينما أنت تشاهد هذه الحلقة لكن عند ظهور أعراض فيجب مراجعة الطبيب الجلدية لأخذ عين من بشرة الوجه وفحصها تحت المجهر وفي حال ثبت تواجد هذه الحشرة يجب أخذ علاجات فورية لمكافحتها مثل المراهم والدهول وبعض أنواع الحبوب الدوائية ويمكنكم الاطلاع على المصادر والدراسات في صندوق الوصف